صعود الظوء مهم جدا صعود الظوء مهم جدا 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 تحرر أبدي تحرر مطلق هذا لأنه أنت ترجع لحقيقتك أنت من هناك أتيت أعرف أنت في حقيقتك الفراغ أنت الظوء وأنت عشت لاحظوا كلمة عشت الكلام في المتافيزيكس كل كلمة تركز عليها الكلمة التي أقولها أنت عشت في حضارات الظوء أنت كنت في يوم ما نجمة كونية ونحن قلناه في الجلسات السابقة أنت كنت في يوم ما نجمة كونية يجب أن يكون هكذا أنت كنت في يوم ما حضارة ضوئية لكن حصرت بعدها حصرت فهو الرجوع للحضارات الظوئية الرجوع إلى العوائل الظوئية الرجوع إلى فكر الظوء الرجوع إلى وعي الظوء بهذه جلسات الصعود أنت مش الجسم مش الجسم المادي وأنت لست بالعمر البشري أحذر أحذر أنك حتى تنطق تقول عمري كذا خطأ 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 أنت بدون عمر عمرك أبدي تعرفون هذه مش مجاملة شباب اسمعوني هذه مش يعني نطمئنكم أبدا عمرك مش مقترن بالعمر الأرضي أبدا هذا مش حقيقي عمر الأرض أبدا ما فيه أي حقيقة أبدا بل هو ماتريكس مع الماتريكسات الأخريات بهذا المصطلح هو ماتريكس هذا العمر يعني عندما يكتبون كم عمرك عملك كم تستلم أجر ماذا أكملت بالدراسة كله ماتريكس هذا محدود كله محدود كله محدود ما فيه عمر حقيقتنا ما فيه أعمار أعمارنا أبدية تريليونات من السنوات أعمارنا بل مئات من التريليونات من التريليونات حقيقة هذه مش مجاملة مش مجاملة ما فيه عمر ما فيه زمن ليه؟ لأن أنت ظوء أنفاسك هذه أنفاسك هي الفراغ الفراغ نحن أتينا من الفراغ من الظوء فنرجع كيف نرجع عن طريق تطوير الوعي بهذه الجلسات وحتى يعني في المجامع الأخرى أريد أن أقول لكم شيء أنا ذكرته هو ووضحوا مرة أخرى كل هذه الروحانيات كلها كل التطبيقات اليوغا والريكي وغيرها وغيرها والأحجار الكريمة الطاقات الأحجار الكريمة والصلاة العلمية والرموز ماذا يعني كل هذه التطبيقات لها معنى واحد فقط حتى الفلسفات هذه علوم المتافيزيكس المعنى أنك ترجع إلى الظوء ترجع إلى الفراغ ترجع إلى الأبدية نسميها أما نسميها فراغ أو أبدية أو ضوء أنت اختار كلها نفس الشيء فهذه كل الجلسات اليوغا والريكي والبقية تفعيل طاقات الورود طاقات النار كلها ماذا يعني؟ أنه نترك الوهم نترك الماتريكس وتصعد إلى الظوء حيث في الظوء ما فيه إخواني لا عمر ولا أمراض ولا فقر ولا هم ولا تعب أبدا 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 أنا أعرف ممكن أنتم صعب تتصورون هذا نعم هو صعب لأننا محصورين بالماتريكس فالماتريكس حجب عننا الظوء ظوء 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 أنت لو تعرف كم أنت ظوء بهذا المعنى أنت لو تعرف كم أنت ضوء وكم أنت قوة وكم أنت خير وكم أنت حرية بدية يا سلام لو تعرف نعم مش مجاملة ولا تطمين أبدا فوق الوصف الإنسان تعرفه فوق الوصف نعم وأنا قلت هذا يعني ناقشنا في محاضرات هيك فلسفية قلت الإنسان غير معرف تعرفون حتى الشجرة غير معرفة تعتقدون هناك شيء اسمه شجرة خطأ ما فيه شجرة هذا نحن أعطينا اسم برمجنا على الأسماء فقلنا أها هذا بيت وهذه شجرة أتحداكم في هذا أنت عندما تقف أمام شجرة من الذي يقول أنها شجرة مش الشجرة أتت وقالت لك أنا شجرة وأنطق أنني شجرة الشجرة لم تقول هذا أنت اقترحت ومن أين أتت اقتراحاتنا أتت اقتراحاتنا من الثقافة البشرية فقالوا لك هذه الشجرة وهذا بيت وهذا شارع كلها اقتراحات بشرية تعرفون فالشجرة غير معرفة أنتم تعتقدون الشجرة يعني اسمها شجرة كلا الشجرة غير معرفة لا الشجرة معرفة ولا الجبل معرفة ولا الأرض معرفة ولا الإنسان معرف ولا الرب معرف حتى كلمة رب مش صحيحة أبداً مش صحيحة لأنه نصغره كل شيء لاحظ كل شيء تعطيه اسم يتصغر يعني خطأ عندما نقول يتصغر يعني خطأ حتى هذا كأس الشاي عندما تقول هذا كأس أنت أخطأته لأنه مش كأس ما هو هذا الكأس أما تقول غير معرفة أو تقول فراغ هو كل شيء فراغ كل شيء فراغ في هذا الكون الفراغي وماذا بعد الفراغ ممكن شخص يسألنا نقول أجاب فراغ الفراغ وماذا بعد فراغ الفراغ أجاب فراغ الفراغ الفراغ وهكذا